سليما سليما مرحبا بكم الناس كل شرا تكونوا بألف خير يا ربي اليوم سنحضر بعضنا مرقة جلبانة تنسية مرقة جلبانة بالعلوش بطريقة جيكم بنا برشا خليكم معي في فيديو الاخر بشوفوا بعضنا كيفية تحضروها وبرز برقاو ما رايزو القناة تفضل وليس امر ان يشترك في القناة ويفعل جرس بشو سلكم جيجي كل واي حاجة نهبطها تسلكم نتيفكاسيون يلا تاول خليكم مع طريق التحذير نجيو تاول طريق التحذير حديت اول حاجة هني شوية زيد وضفت عليهم هني كعبة بصلة فرمتها تنجمو البصلة تفرموه ولا تجد قصوها جوايد مش نضيف عليها الحام العلوش بما انه مرقة جلبانة بش حضرها بالحام العلوش وبنسبة كمية الحام بتبعي يبقى حسب افراد العائلة تنجزيدو ولا تنقصو كما تحبوه بتبعي نضيف عليهم هني جوست شوية ملح مش نقلي البصل والحمة بعضها نقلي هم شو بارشا تقريبا مدتها دقيقتين مش نبعد مرقة جلبانة جينا بنا على الاخر نقلي هكا ديما من لول الحام والبصل مع بعضهم حتي تلاحظوا ما انه تبدل لومتاع الحام طووش نضيف عليهم اربع كعبة تماطم فرشكا رحيتهم تبنى على الاخر مرقة جلبانة بعض جيبانة عالاخر وبوش نضيف عليهم غرفة كبيرة تماطم كونسنتري تماطم معجونة وبوش نضيف عليهم غرفة هرسة عربي ونقلي كل شاي مع بعضه ونقلي هكا كل شاي مع بعضه ونقليش هكا كل شاي مع بعضه حليت تماطمه والهرسة باش نفاه وحتاوه مش نضيف فلفل اكحل تقريبا هم غرفة ثلاث الاخر فلفل اكحل لا نقل لها برشة تقريبا نعطي الكل في الكل ملي حتيت تتمعتهم تقريبا مدد خمسة دقائق كما نقطعها نضيف الماء سخون وبرسبة لي مش طيبة في الكوكوت نجدو ما نطيبوها في الكوكوت وإلا طيبوها في تانجراءة دياء برسبة لي في الكوكوت نخليها مدد عشرين دقيقة نسكر التوهاك نحطها في الدوء المهم لازم الحم تانا نخلوها يتيب بالبيهي الحمي واليها كاتري كما تعرفوا جلبانا ما تخوش برشة وقت في التياب ثم بنفس الطريقة إذا كان معتكم ش كوكوت نجدوه بنفس الطريقة طيبوه في التانجرة حتيت الحم تاعكم يولي تريب وقتها تحطوا جلبانا هنا بعد ما طاب الحم بالنسبة لي يخذي لي مدد عشرين دقيقة نضيف جلبانا او بالنسبة للجلبانا هنا استعملت جلبانا بكانجلة استعملت 500 جرام جلبانا نحكي كل شي ما بعضو ونخلي جلبانا بتانا حتيت تاتيب بالنسبة للجلبانا انتو مقول النوعات الجلبانا بجسا عملوها بين خمس عشرين دقيقة عشرين دقيقة ما تفوتش مع انتو تكون حاضرة الجلبانا بتانا بريسك سايا حاضرت اخر حاجة اعتوها بش نضيف جرانيت فلفل في الاخر بالنسبة لي مستحقيت ش مش نضيف ماء انتو ما كان سحقيتوا مش نضيف ماء او كل مرة فقط جلبانا بتاعكم واذا كان حدثوها نقص في الماء او كل مهم كي مش نضيف ماء سخون ما ضيفوش ماء بارد لازم نضيفو ماء سخون وهنا مرقة جلبانا بتانا سايا حاضرت ما نحكيكو مش عاليحة او البنا برحق نوديكم نجاهيكم ما بقى لي توكيم اش نحطها في البلع متاع التقجيم وهيدي مرقة جلبانا بتانا كيمنحظوا طريقة سهلة وديكم بنع على الاخر بالحق جربوها بنفس طريقة وتفاكروني جيكم بنا لبنا بالنسبة لي مرة هذي مستعملتش جنرية تنجدوا بنفس طريقة تستعملوها الجنرية كيف كيف الجنرية ما تخوش برشا وقت في تشيب بريسك هي وجل بينها معتها في نفس الوقت تحطوها مع الجل بينها وكيف كيف تجيكم برشا اخر حاجة طوبش نزاين هكا جوزت حاتيت شوية مع بنوس اختياري تنجدوا معتها طيفو الالي جوزت هكا حابيتها نزاين شوية تنجدوا معها بصلكين تحبو وهكا مرقة جربونا بتانا تكون حاضرة ان شاء الله يراب تكون عجبتكم بطريقة كل عادة جيما نستانا تشجعاتكم جيماع الفيديو نستانا لكومنتيق متاعكم وبسليما في وصع دير ان شاء الله